اشهد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الانسانية وشؤون الشباب بحصول الفرس السارية على المركز الاول في سباق جريت يارموث البريطانية واكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان حصول الفرس السارية على المركز الاول يؤكد المكانة المتميزة لرياضة الفروسية البحرينية في المشاركات الخارجية بعد ان ضربت اروع الامثلة في المشاركات السابقة وحققت العديد من النجاحات المتكررة حتى باتت المشاركات البحرينية لها طابعها الخاص ودائما ما تؤكد جدارتها بالمراكز الاولى وقال اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة حرصنا على المشاركة في السباق للوقوف على مستوى الجياد حيث اننا وضعنا اهدافنا من وراء هذه المشاركة وتمكننا من تحقيق الانجاز باسم مملكة البحرين الغالية ليكون اسمها مسجلا في سجلات الابطال وهو ما نسعى اليه دائما في المشاركات الخارجية وبين اسمو الشيخ ناصر بن حمد ان النتيجة المتميزة التي جاءت عن طريق السارية في السباق تبعت على التفاؤل بتحقيق المزيد من الانجازات في السباقات المقبلة ومواصلة تحقيق المراكز الاولى ورفع اسم البحرين عاليا في السباقات العالمية واشهد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالجهود البارزة التي بدلها الفارس وليام بويك والمدرب كريسفور وجاءت تسمية الفرس السارية نظرا للنجاح الكبير الذي حققه البرنامج الرمضاني السارية على قناة البحرين والذي اقيم خلال شهر رمضان المبارك السابق اشتركوا في القناة